شرت شموس الهدي بالكلمات فانارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللعنة الله على أعدائهم أجمعنا إلى يوم الدين الأحوال المؤلمة التي تجري في العراق وبالذات في مدينة النجف الأشرف وكربلاء المقدسة من قتل الأبرياء وتخريب المساجد وترويع النساء والأطفال وانتهاك حرمة العتبات المشرفة تجرح قلب كل مؤمن غيور وتطرح أمامنا السؤال التالي ما هي الوظيفة؟ الحقيقة الوظيفة لا يمكن أن نحددها في مفردات محدودة ولكننا نذكر بعض الوظائف التي ينبغي علينا القيام بها تجاه هذه الأحداث الوظيفة الأولى في هذا المجال التفاعل الوجداني مع الأحداث هذه القضية قضية التفاعل الوجداني قضية مهمة الدين لا يطلب مننا موقفاً عملياً فقط وإنما يطلب مننا أيضاً موقفاً نفسياً إذا تلاحظون كتاب الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر الفقهاء يفتون بأن إحدى الواجبات لا أنه ينبغي أو أنه أمر مندو وإنما إحدى الواجبات على كل مكلف إنكار إنكار كل منكر بالقلب إنكار المنكر بقلبه هذا واجب من الواجبات الشرعية أهمية الإنكار لعلها تكمن في هذه النقطة أن الجميع المواقف الخارجية للفرد تبتني على موقفه النفسي الموقف النفسي هو القاعدة التي التي يبنى عليها الموقف الخارجي إذا واحد موقفه النفسي يتصف باللا مبالات هناك هناك بعض الأفراد لا يبالون بالمنكرات التي تحدث في الخارج هذه اللامبالات النفسية تنتهي إلى اللامبالات الخارجية ما يمكن واحد يكون عادة موقفه النفسي اللامبالات بشيء ولكن موقفه الخارجي موقف المبالات هذا مو معقول عادة الإنسان الذي موقفه النفسي يتصف بالميوعه تجاه الأحداث هذا موقفه الخارجي أيضا يتصف بالميوع ولذلك هذه القضية التي يفتي بها الفقهاء وهي إنكار المنكر أي منكر من المنكرات الآن هذه المنكرات منكرات عظيمة أقل منكر من المنكرات يعني حتى إذا مررتم في الخارج ورأيتم امرأة متبرجة هذا منكر من المنكرات إذا شفتوا الجماعة قاعدين في مكان وَيَأْكُلُونَ وَيَأْكُلُونَ لُحُومَ المُؤْمَنِينَ بِالْغِيبِ إِنْتُ إِنْتُ أَقَلْ مُنْكَرْ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ تَقَعْ فِي الْخَارِجِ الْفُقْهَاءِ يَقُولُونَ يَجِبُ عَلَيْكُمْ إِنْكَارُهَا بِالْقَلْبِ لِأَنْ هَذَا الْإِنْكَارُ هُوَ الْمُنْطَلَقِ وَهَذَا الْإِنْكَارُ هُوَ الْقَاعْدِ كيف يكون الإنكار؟ هذه العبارة إنكار المنكر بالقلب ما معناها؟ هناك احتمالات إذا واحد قال لكم إنكار المنكر بالقلب يعني شنو؟ ما معنى هذه العبارة؟ هناك احتمالات وأقوال الإحتمال الأول الإنكار يعني العلم بأنه منكر أن تعلم في باطنك أنه منكر هذا العلم له موضوعية هذا الإحتمال الأول الإحتمال الثاني الإنكار يعني عقد القلب وَبَيْنَ عَقْدِ وَبَيْنَ عَقْدِ وَبَيْنَ الْعِلْمُ عُمُومٌ مِنْ وَجْهُ كَمَا يَقُولُ الْمَنْطِقِيُونَ رَبَّمَا يَكُونُ هُنَالِكَ عِلْمٌ وَلَا عَقْدَ وَرُبَّمَا يَكُونُ هُنَالِكَ عَقْدٌ وَلَا عِلْمَ وَرُبَّمَا يَجْتَمِعَانْ وَرُبَّمَا يَرْتَفِعَانْ الاحتمال الثاني في مقابل المنكر تعقد القلب على أن هذا منكر هذا الاحتمال الثاني الاحتمال الثالث معنى الإنكار عدم الرضا بالمنكر وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ هذا المعنى الثالث المعنى الرابع الغضب القلب على المنكر هذه مرحلة تتعقب عدم الرضا عدم الرضا أمر عدمي والغضب القلب أمر وجودي هذا هو المعنى الرابع المعنى الأخير إنكار المنكر يعني كما أن لنا إنكارا لفظيا تقول لفاعل المنكر لا تفعل الإنكار القلبي يعني قلبك يقول لفاعل المنكر لا تفعل هذا الردع القلبي الوالد رحمه الله يرى أن الأربعة الأولى كلها واجبا يعني العلم بأنه منكر عقد القلب على أنه منكر عدم الرضا بالمنكر منكر الغضب القلب على المنكر هذه الحالة يجب أن تكون عند المؤمن في قبالك كل منكر فكيف بهذه المنكرات فكيف بهذه المنكرات الفضيع والفاحش؟ هذه الحالة، حالة إنكار المنكر بالقلب يجب أن نوجدها ويجب أن ننميها هذه الحالة قابلة للتنمي انتوا لاحظوا تاريخ أهل البيت صلوات الله عليهم شوفوا كيف كان عندهم هذا التفاعل الوجداني الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله ويقول فلعلك باخع نفسك على آثاره إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا هذه كانت حالة النبي صلى الله عليه وآله في تفسير البرهان أو تفسير القمي راجعوا في تفسير هذه الآية يقول باخع يعني قاتل نفسك هذه كانت حالة النبي صلى الله عليه وآله إذا حدث هناك في حياة الفرد حدث عظيم إذا هذا الحدث كان له ثقل كبير على القلب ربما القلب ميت حما الإنسان يكاد يقتل نفسه ويهلك نفسه حما وغما هذه كانت حالة النبي صلى الله عليه وآله النبي عندما كان صلى الله عليه وآله يرى المنحرفين يرى المشركين يرى الانحراف الموجود في الخارج كان يتألم فلعلك باخع نفسك على آثاره إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا هذه الآية في سورة الكهف وهناك آية أخرى في سورة الشعراء الله تعالى يخاطب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ويقول له لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين هذه الحالة حالة التألم والتفاعل التي نجدها في بعض علماء حقيقة يتألم عندما يرى منكرا في الخارج وهناك بعض المؤمنين يمرون على المنكرات مرور الكرام يعيش همومه يعيش آلامه ولا يعيش آلام المجتمع الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لاحظوا نهج البلاغ هذه الكلمة موجودة في نهج البلاغ وموجودة في كتاب الكافي وموجودة في كتاب التهذيب للشيخ وموجودة في كتاب البحار الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه عندما جاء جيش معاوية إلى منطقة الأنبار الإمام يقول وَلَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يعني من جيش معاوية كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة يعني امرأة مسيحية امرأة يهودية فينتزع منها حجلها هذا الرجل الأجنبي يأتي ويمد يده إلى رجل هذه المرأة حتى إذا كانت هذه المرأة يهودية فينتزع منها حجلها وقلبها القلب يعني المعضة الذي يوضع فليت فينتزع منها وقرطها وقلائدها ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام الاسترجاع يعني البكاء أو يعني قول إِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهَ رَاجُعُونَ ثُمَّنْ صَرَفُوا وَافِرِينَ مَا نَالَ رَجُلًا مِنْهُمْ كَلْمْ وَلَا أُرِيقَ لَهُمْ دَمْ فَلَوْ أَنَّ مْرَأً مَاتَ مِنْ بَعْدِ هَذَا أَسَفَ مَا كَانَ بِهِ مَلُومًا بَلْ كَانَ بِهِ عِنْدِ جَدِيرٌ اذا واحد يموت من الأسف لما حدث من أنه رجل أجنبي يأتي وينتزع حج لإمرأة أو معضدها أو قرطها أو قلادتها إذا واحد يموت كان به عندي جديرة فكيف بهذه المظالة التي حدثت في العراق في غير العراق في أفغان من انتهاك الأعراض ماكو في هذه الرواية انتهاك الأعراض مجرد تعدي بهذا المقدار الأعراض التي انتهكت في العراق الأعراض التي انتهكت في أفغانستان في بقية بلاد المسلمين انتهاك حرمة المقدسات الديني هذه الوظيفة الأولى الوظيفة الأولى التفاعل الوجداني مع الأحداث جاء رجل إلى الإمام زين العابدين صلوات الله عليه على ما بباله وشكى إليه الفقر بعيد عهد بهذه الرواية فأخذ الإمام يبكي قال له لماذا تبكي قال ولماذا لا أبكي وأخ مؤمن محتاج وأنا لا أقدر على معونته هذه الحالة النبي صلى الله عليه وآله راجعوا هذه الرواية موجودة في المستدرك قال لله سبحانه وتعالى أي عبادك أحب إليك الآن إذا واحد يسألنا هذا السؤال أي عبادك أحب إليك الله تعالى قال له كما في هذه الرواية الذي يبكي لفقد الصالحين كما يبكي الطفل لفقد أبويه شايفين طفل يفقد أبويه كيف يبكي لعل كلمة يفقد يعني أبويه موت أمة موت هذا يصبح يتين هذا يصبح بلا ما أوا شايفين يتين أو ما شايفين شايفين حالات الأيتام أو ما شايفين هذا بعد يشعر أنه ظهر مائلة ملجأ مائلة قلب رقيق يصير يبكي لفقد أبويه أحب عباد الله إلى الله الذي يبكي لفقد الصالحين كما يبكي الطفل لفقده أبويه هذه الحالة يجب أن ننميها في أنفسنا لاحظوا كتاب العروة الوثقة في مستحبات الدفن واحد وثلاثين من المستحبات إذا شفتوا ميت من المؤمنين أي ميت كان ولو ما تعرفوا إحدى المستحبات أن تبكوا لهذا الميت سؤال البكاء عملية اختيارية لا مو اختيارية الآن يمكن تبكون على شيء اختيارا البكاء مو قضية اختيارية البكاء عملية لها مبادئ ولها مناشئ ومن جملة هذه المناشئ رقة القلب القلب الرقيق محبوب عند الله سبحانه وتعالى هذا القلب بلغ من الرقح إلى أنه عندما يشوف جنازة ميت لا يعرفوه يبكي لذلك هذا إحدى المستحبات الشرعي النبي صلى الله عليه وآله كان له حفيد ابن بنته أو ابن متبناته كان في لحظات الاحتضار هذا الحفيد وكان على حجر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله اللحظات الأخيرة وإذا بعيني النبي صلى الله عليه وآله تفي ظانب البكاء كان هناك رجل قال ما هذا يا رسول الله هذه الرواية مذكورة في كتاب جامع أحاديث الشيعة للسيد البروجرد رحمة الله تعالى فقال إنها رحمة يضعها الله في من يشاء من عباده وإن الراحمين ما يرحمهم الله نحن ينبغي علينا أن نحاول أن نخرج من هذه القوقعة قوقعة الذات المشاكل الصغيرة التي نعانيها تصبح كل شيء في حياتنا والمشاكل الكبيرة التي تمر بها الأمة التي يمر بها المؤمنون مر عليها مرور عابر هذه يحتاج إلى تربية للذات هذه هي الوظيفة الأولى التفاعل الوجداني مع الأحداث الوظيفة الثانية سياسة الضغوط الضغوط مثل القطرات القطرة لا تشكل شيء ولكن القطرات بعضها يجتمع مع البعض الآخر وتكون البحار وتكون السيود الله تعالى بنا هذا الكون على عنصر يقال له عنصر التراكم كل هذا الكون العظيم الهائل مبني على التراكم تراكم الذرات تراكم الخلاي واحد يفكر ما هي قيمة هذا العمل هذا العمل بمفرده لا قيمة له ولكن انتو لاحظوا مئات الملايين من المؤمنين في العالم إذا كل واحد منهم يقوم بعمل متواضع بالنتيجة هذه الأعمال المتواضعة تجتمع وتشكل ضغطها الضغوط مؤثرة في عالم اليوم عالم اليوم مو مثل عالم البارحة عالم البارحة كان عالم مغلق الآن عالم يوم عالم مفتوح انتو بإمكانكم أن ترتبطوا بأقصى فرد في العالم الضغوط يعني شنو؟ هذه القضية التي يعملها اليهود أحد الإخوة كان جاي من إحدى البلاد اليهود حقيقة عجيبين في هذا المجال أي عمل يستشم منه رائحة العداء لليهودية يشكلون ضغوط هائلة عالمية حتى ينهوه أو يحددونه حتى في إحدى البلاد أشجار حديقة كانت ما أعلم بشكل متعمد أو بشكل عفوي على شكل الشعار النازي الأشجار قاموا بضجة إعلامية عالمية لإرغام تلك الدولة على تغيير شكل الأشجار اللي ما تتبين إلا في الطائر واحد من المؤمنين قال ذهبت إلى صحيفة وقلت لماذا لا تنشرون أخبارنا إحنا المؤمنين قال في الواقع العامل أنتو إحنا عندما نكتب عنكم أي شيء ماكو هناك جهة تمدح أو تقدح إذا كتبنا ضدكم ماكو واحد يقول ليش فعلت هذا العمل إذا كتبنا خبر في صالحكم ماكو واحد يشكرونه ولكن إحنا كتبنا خبرا واحدا حقيقيا ضد اليهود أن اليهود قتلوا الطفل الفلاني قضية واقعية كخبر قتلوا طفلا مئات المكاتب جاءتنا استنكارا لهذا العمل ليش كتبت هذا الخبر الضغوط مؤثرة في عالمنا الضغوط يعني المقالات الآن صحف العالم تتلقى المقالات إذا عاتوا العالم تتلقى المقالات هذه المقالة التي تكتبونها في صحيفة ربما يقرأها عشرات الملايين فكرنا في هذا العمل الآن كم صحيفة أكو في العالم أنتوا تكتبون لهم مقالة ينشرون هذه المقالة الإضاعات الموجودة في العالم تكتبون لهم مكتوبة ينشرونه كثير منه وهذا الفكر ينتشر للملايين في العالم فكرنا في هذا عذن اللجان تقوم بهذا العمل اليهود فكروا في هذا الآن الإعلام العالمي كثير منه بيد اليهود المقالة مؤثرة الاتصال مؤثرة الذين يعيشون في الخارج الضغوط في الخارج في البلاد الحرة مؤثرة مؤثرة المظاهرات السلمية مؤثرة مظاهرات في العالم المؤمنون يتمكنون أن يقوموا بذلك السيد القمي رحمة الله تعالى عليه في قضية مطولة حدد الشاه الثاني بأن يدعو المؤمنين إلى الاعتصام والإضرار تهديد لقضية الحجاب لقضية الأوقاف الحجاب الإجباري قضية الأوقاف قضية العمامة قضية الشعائر قال له والدك فعل شيئا وانتهى انتهى الآن بدأت عهدا جديدا ما استجاب الشاه الثاني فهدد بذلك وأراد أن يكتب مكتوبا حول ذلك الشاه تراجع قال ما هي مطالبكم أنا أعطي مطالبكم كلها يعني واحد لا يقول أنها مو مؤثرة في عالم اليوم كلها مؤثرة يهودي واحد إذا يعتقل في بلد من بلاد العالم شوفوا اليهود ماذا يفعلون في العالم وإحنا الملايين مننا يعتقلون في كل مكان ولا نحرك ساكن القضية الثانية الوظيفة الثانية الضغوط أولا التفاعل الوجداني ثانيا الضغوط العالمية انتوا عدكم أصدقاء في الخارج اتصلوا به اتصلوا به حرضوهم على ذلك يعني أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا يستحق منا حتى التلفون واحد ثالثا العودة إلى الجذور هذه القضية قضية شائكة وبعض الأفراد لا يتحملون طرحة طرحة مثل هذه القضايا لا يتحملها ولكنها واقع واحد يتحملها واحد يتحملها أو ما يتحملها ما أعلم أنتوا شايفين بعض المرضى نحنوهم لا يتحملها يقال لها المناعة المكتسبة هذا الطفل عندما يولد بمصارعته للحياة يكتسب مناعة في بعض الحالات مناعة الإنسان تصل إلى درجة الصفر ما عنده أي مناعة أنا شايف بعض المرضى من هذا القبيل هؤلاء يأخذوهم يعزلوهم في مكان يقولون أي واحد ما لازم يشوفهم لأن أقل مكروب يمكن يقتله الآن واحد فاقد للمناعة ودخل في بدنه مكروب إحنا يجب أن نحاول علاج هذا المكروب ولكن هذا لا يحل القضية أنت قضيت على هذا المكروب هذا فاقد للمناعة هذا بمجرد ما يلتقي بفرد آخر تنتقل إليه العالم بمجرد ما يروح في جو ملوث هذا البدن ما إلى مقارن إحنا في الواقع أمتنا ما أقول كلهم لا نريد الاستغراق الحقيقي إحنا أمة فاقدة للمناعة ما عندنا قدرة المقاومة الآن بلادنا بلاد المسلمين لاحظوا من مئة عام إلى هذا اليوم تحولت إلى ألعوبة بيد الكفار الآن كم حرب أكو في بلاد المسلمين بتحريك الكفار إحنا لا نفكر فقط في الحل الآن ما هي الجذور المشكلة وإنه وإذا إحنا ما حللنا المشكلة من جذورها بلادنا تبقى إلى مئتين عام ملعبة للكفار والأجان ما هي الجذور الجذور هي التي أشار إليها القرآن الكريم الجذور هي الحرية يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم بلادنا غالبا ما فيها حرية من الذي يحكم عشرة يحكم البقية محكومين مو مشاركين مئة يحكم ألف واحد يحكم عشرة آلاف واحد يحكم هذه البلدة التي يحكمها رجل واحد تتمكن أن تقاوم البلدة التي يحكمها خمس ملايين ممكن عندما في بلد الشعب يكون شريكا في الحكم يعني عشرة ملايين دا يحكمه خمسة ملايين دا يحكمه بلد يحكمه واحد وهو صدام هذا يتمكن يقاوم معقول مو معقول في تلك القضية قال كيف نعتمد على بلد تنهيه رصاصة واحدة إحنا بلادنا برصاصة واحدة تتبدأ وتنتهي لأن الذي يحكم بلادنا غالبا فرد واحد حرية معكم مشاركة سياسية معكم شئنا أو أبينا هذا واقع الأمة الواحدة مو موجودة الله تعالى يقول وأن هذه أمتكم أمة واحدة الغرب الآن دا يفهم أنه من يتمكن واحدة يعمل دا يتحدون بلاد الغرب يسقطون الحدود فيما بينه أنتو روحوا من بلد إلى بلد لا تحتاجون إلى تأشير العمل دا يوحدوها القياد دا يوحدوها وإحنا أمة مفككة وتفرق شيعا فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر مجموع جند ما هناك مهزوم من الأحزاب شراثة دولة كان قايل داك الرجل أنه كم عدد هذه الدولة كان قايل أفرضوا مثلا ميتين ألف كان قايل في أي فندق مخلين ذول الميتين ألف دولة ميتين ألف واحد به مثلا شراثة هذا التخطيط الذي فعله الغرب عبر عميلهم المعروف حرية ماكو شورى ماكو مشاركة ماكو الأمة الواحدة ماكو التجمعات الاجتماعية الفاعلة الآن عالم الغرب يعتمد على ألوف التجمعات الاجتماعية الفاعلة هذه حضارة نحن مع إلا بمقدار ضعيف وهكذا إذا هذه الجذور لا تحل هذه المشكلة تبقى ولكن تبدل ألوانها وتبدل أشكالها الوعي وعي الحياة نحن كلما نواجه المشكلات أكثر إن شوف الوعي في بلادنا ضعيف وعي ماكو عند الكثير الأمة التي لا وعي لها كيف تقاوم وهذه مسؤولية من؟ مسؤوليتنا وأمثال هذه النقطة النقطة الثالثة ونختم الكلام بالنقطة الرابعة وهذه النقطة هي الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه الله تعالى الله تعالى يقول قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاءكم الدعاء واحد يدعو دائما للمؤمنين في قنوة صلواته يدعو للمؤمنين يجمع الأطفال في البيت والنساء في البيت ويطلب منهم الدعاء هذا ما بمؤون على ما في بالي أن أحد الأئمة صلوات الله عليهم ولعله الإمام الصادق صلوات الله عليه كان إذا أهمه أمر جمع النساء والأطفال للدعاء يقرأ دعاء التوسع دعاء العلوي المصري بقية الأدعي لحل هذه المشاكل الوالد رحمه الله كان ينقل هذه القضية حول أثر الدعاء وكم هناك من القضايا نحن رأيناها وعشناها في تأثير الدعاء الدعاء جداً مؤثر يقول الوالد نقل لأحد العلماء أنه رأيت موظفاً أحد الموظفين هذا الموظف كان دائماً الذكر يمكن شايفين بعض الأفراد دائماً يذكرون الله سبحانه وتعالى هذا عادةً لعب على أثر تربية أو على أثر حدث كبير في حياته اللي يوجههم إلى الله سبحانه وتعالى موظف يذكر الله دائماً فقلت له لماذا هذه الحالة فيك؟ قال في الواقع هذه الحالة لها قضية وهذه القضية أن البهلوي الأول الذي كان رجلاً سفاكاً للدماء قبض علينا أنا وصديق لي حدثت فتنة عشائرية ضد البهلوي وأنا وصديقي اتهمنا بأننا وراء إثارة هذه الفتنة قبضوا علينا وحكموا علينا بالإعدام وأخذونا إلى الصحراء سماع لم السجن كان في صحراء أخذونا إلى الصحراء وغداً فجراً موعد تنفيذ الإعدام يقول نحن كنا في غاية الإضطراب وصديقي كان في غاية الإضطراب الحقيقة الموت جداً مرهي أنا شايف بعض الأفراد الذين رأوا أفراد يعقبهم الموت كانوا ينقلون حالات ذاك وشلون كان وضع فقلت لصديقي بدل هذا القلق والإضطراب والبكاء والإنهيار تعال نبعث برقية لنجاتنا قال لي برقية لمن للشاح أنه إحنا أبرياء يقول قلت له لا من هو أكبر من الشاح قال لي يعني الحكومة البريطانية قلت لا من هو أكبر من الحكومة البريطانية قال لي ومن هو قلت مالك الملوك وهو الله سبحانه وتعالى اللي جميع الأمور بيده قال ماذا نفعل قلت نقرأ هذه الآية أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف يخص 12 ألف مرة يقول أنا وهو بدأنا بقراءة هذه الآية إلى الفاجر وبين فترة وأخرى يلتفت إليه ويقول ما إجي جواب البرقية أقول له انتظر يقول حدث الفجر صار الفجر يجوا وأخذون إلى ساحة الإعدام عادة قبل الإعدام يطلقون ثلاث صفارات الصفارة الأولى قال ما إجي جواب البرقية قالت لأنت الصفارة الثانية الصفارة الثالثة فيها الإعدام يقول بعد الصفارة الثانية وإذا حدثت وقف وهمهم يقول فقلت له جاء جواب البرقية يقول بعدين بعد فترة أجوا فتحوا عيوننا وأشدوا الأشياء اللي كانوا ربطونا بها فتحوها وتبين أنه قبل الصفارة الثالثة رأوا رجلا يهرول من بعيد أو على داب مثلا ويشير إليهم بعلم بمنديل كأنه حالة توقف انتظار جاء هذا الفرد وقال تبين أن المثيرين للفتنة أفراد آخرون وأطلقوا هؤلاء يقول فأطلقوا سراحنا وعدنا إلى المدينة ولكن كنا في حالة إنهيار كامل واحد اللي راح إلى قرب الإعدام يقول حالة إنهيار كامل كانت عدنا فرحنا في المستشفى وعالجنا مدة ثم خرجنا أنا أنا من ذاك الوقت حدثت في هذه الحالة ذكر الله سبحانه وتعالى دائما وكيف أنسى الله الذي أنقذني من الموت المحتى وإحنا في حياتنا القصيرة رأينا نماذج كثيرة لذلك الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى التضرع إلى الله الطلب من الله سبحانه هذا مؤثر جدا نحن ينبغي علينا أولا التفاعل الوجداني وتنمية هذه الحالة وثانيا الضغوط بمقدار الإمكان أمير المؤمنين له هذا الحق علينا الإمام الحسين له هذا الحق علينا صلوات الله عليهم الأبرياء الذين يقتلون لهم هذا الحق علينا وثالثا العودة إلى الجذور ورابعا الالتجاء إلى الله سبحانه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة وأن يعجل لوليه الفرج ويجعلنا من أعوانه وأنصاره وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعر شعرت شموس الهدي بالكلمات فنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي